بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ولدك الطاهرين سيما أبا الحسن الرضا صلى الله وسلامه عليه ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيمة ماذا أطل عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بشجون لله رزق زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني لله رزق لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصوني عظم الله لك الأجر يا سيدي يا رسول الله في ولدك أب الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه علي في هذه الليلة التي قبض في نهارها فمن المعزي من نزار عسرة ألفاية شبابيض وقب بطوني ومن المعزي المرتضى يا أن الرضا نال العدى منه قديم ضغوني بلى نعى الإمام الرضا نفسه قبل موته فقال لدعبل وهو ينشئ قصيدة ألا أضيف لك بيتين من الشعر يكون بهما تمام القصيدة قال بلى قال قول وقبر بطوسين يا آلها من مصيبة ألحت على الأحشايا بالزفرايا علي بن موسى يا أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل يا الصلوة يا أفضل يا أفضل يا مقومي يا ابنة الخي يا ياروند بنجوم سماوات بها يا أرض فلا يا يا أسر كأني بها ولسان حالها لا تحسبوني للرضا يا في طسمة ولا إلى بغدا يا يا دمار احتوتي عني انا كلهم عليهم نوحي تولجي بشي لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بشهادة ثامن الأئمة الإمام أبو الحسني علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ونسأل الله الذي عرفنا إياه في حياتنا أن يجمع بيننا وبينه في الجنة وأن يكرمنا بشفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه إنه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليلة في شيء من سيرة حياته المباركة نسلط فيها بعض الضوء على نقاط مهمة في حياته إمامنا الرضا عليه السلام ولد في سنة مئة وثمانية وأربعين هجرية على قول ومئة وثلاثة وخمسين هجرية على قول آخر الفارق بينهما خمس سنوات في الروايتين إذا كان في سنة مئة وثمانية وأربعين هجرية فيفترض أنه أدرك شيئا ولو أشهر من حياتي الإمام الصادق عليه السلام جده وإذا لأ في سنة مئة وثلاثة وخمسين فهو لم يدرك شيئا من حياته كل عمره الشريف يتراوح بين خمسين سنة على الرواية الثانية أو خمسة وخمسين سنة على الرواية الأولى وعمر خمسة وخمسين سنة أو خمسين سنة يشير ضمن ما تشير بقية القراء إلى أن مغادرته الدنيا لم تكن بطريق طبيعي وإنما بتدخل من عدو عن طريق الإغتيال بالإضافة إلى الروايات الواردة في هذا الأمر هذا الإمام العظيم جاء من أم في الإصطلاح الفقهي يعبر عنها أم ولد عندنا في الفقه النكاح على قسمين تارة يتزوج الإنسان مرأة حرة فيحتاج إلى عقد إيجاب من طرفها من طرف المرأة وقبول من طرف الرجل هذا عقد نكاح مع النساء الحراهر وتارة يكون نكاح المرأة لا على أساس الزواج بالعقد لأنها ليست حرة وإنما جارية مشترات كما أشار القرآن الكريم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملؤومين فهذا نكاح بملك اليمين في ذلك الزمان وضع الإسلام خطة طويلة الأمد للقضاء على قضايا الرق والاستعباد في المجتمع فعمل مجموعة من التشريعات اللي نهاية هذه التشريعات تجعل النساء الجواري حرات والعبيد الأرقاء أحراراً من جملة ذلك قضية الزواج بهن فإذا اشترى رجل امرأة جارية ونكحها وأنجبت له هذه تنعتق بعد وفاته فوراً من نصيب ابنها في الميراث ويقال لها أم ولد يعني بعد موت زوجها تصبح حرة لا يصح بيعها وشراؤها فيما بعد ذلك ويعبرون عنها في الفقه بعنوان أم ولد احنا نلاحظ أن الأئمة المعصومين عليهم السلام من زمان الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره صلوا عليه وعلى آبائه من زمان الإمام الكاظم إلى زمان الإمام الحج أمهات المعصومين كلهن أمهات أولاد يعني ليست نساء عربيات ليست حرات وإنما اشترينه ولهذا فلسفة طويلة أشير فيها إشارات سريعة هكذا أولا ما قلناه من أن الإسلام أراد أن يقضي على ظاهرة الرق وكان هذا أحد الوسائل ثانيا يريد الإسلام أن يقمع هذه العزة الكاذبة عند بعض المجتمعات مجتمعات في أنها أفضل من غيره والعربي بالذات كان يرى نفسه أفضل من كل أحد في الدنيا منين أنت جايب هاي الأفضلية هناك مجتمعات ذات حضارات تاريخية قديمة تعرق فيها العلم تعرق فيها الأخلاق الحضارية أنت الإنسان العربي قد تكون متأخر عن تلك الحضارات ولكن أكو الإنسان عنده عزة بنفسه وافتخار بهذا الجانب فحتى ييجي الإسلام يكسر هذه الحالة يجي يقول أنت إمامك المعصوم الذي هو أفضل البشر في زمانه هذا ناتج من بني هاشم وناتج من تارة امرأة نوبية أخرى مغربية ثالثة هذه مثلا والدة الإمام الرضا عليه السلام التي تعددت أسماؤها تارة يقال نجمة أخرى تكتم ثالثة خيزران وهذه قد تكون الأسماء تابعة إلى اختلاف المراحل يعني قبل ما تجي إلى الإمام كان اسمها بشكل لما جاءت إلى الإمام غير اسمها هذه تكتم أو نجمة أو خيزران بعض الروايات تشير إلى أنها كانت من أقصى المغرب وقريب من المناطق الأوروبية لذلك في بعض أوصافها أنها الشقراء الخيزران الشقراء أو المغربية الشقراء فهذه من النساء من مجتمع من أسره أنت صحيح ما تعرفها وليست عربية لكن هل الفضل فقط في العرب؟ لا هناك أيضا أسر فاضلة هناك قيم عالية في سائر المجتمعات حتى لقد قيل في شأنها أنه عندما رآها رجل من علماء أهل الكتاب رآها عند هذا الرجل الذي يبيع الجواري قال لمن هذه الجارية؟ قال لي قال ما ينبغي أن تكون عندك مؤهلها قال لما؟ قال لأنها يجب أن تكون عند خير أهل الأرض فتلد له خير أهل الأرض هذا مما نعرفه من علمنا العلم الماخزون عندنا أنا كواحد وارث لهذه العلوم أرى هذا الأمر على أي حال فهذه المرأة هذه الجارية جاءت إلى بيت الإمامي الصادق عليه السلام في أول الأمر صارت عند حميدة أو حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام وحميدة أهدتها إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بعد أن اشتريت وقالت حميدة والدة الإمام الكاظم ما رأيت جارية أفضل منها عبادة وخلق طيب فهذه والدة الإمام عليه السلام الإمام عاش في المدينة المنورة أغلب وقته باستثناء ثلاث سنوات هي السنوات التي انتقل فيها أو نقل فيها إلى طوس خراسان وإلا الفترة قبل هذا يعني سبعة وأربعين سنة أو اثنين وأربعين سنة حسب اختلاف الروايات هذه كان في المدينة المنورة والإمام عليه السلام الإمام الرضا بدأ بممارسة العلم والتدريس والدرس في وقت مبكر جدا وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤخذ عنه العلم وتعلمون أن الإمام الرضا بعد الإمام الباقر وبعد الإمام الصادق عليهم السلام من أغزر الأئمة عندنا من حيث الروايات والأحاديث وأحد العلماء شيخ حبيب الله عطاردي عنده سلسلة مسانيد الأئمة عليهم السلام يعني الروايات التي رويت مثلاً عن الإمام الكاظم فقط كتاب الروايات التي رويت عن الإمام الصادق عن الإمام الرضا عن كذا عن كذا شوف مثلاً لما يجي إلى ما روية عن الإمام الرضا عليه السلام ثمانية مجلدات هي مسانيد الإمام الرضا في التفسير في العقائد في الفقه في سائر الفنون والقضايا هذا المقدار الذي اطلع عليه هذا العالم وهو ثمانية مجلدات بعض علمائنا مثل الشيخ الصدوق على الله مقامه متوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين هجرية انتخب أهم الأخبار اللي سماها العيون وكتب كتاباً عيون أخبار الرضا عليه السلام يأتي في مجلدين ضخمين يعني كل مجلد ثمانمائة صفحة هذه اللي في رأيها الأخبار المهمة الأخبار العيون العالية طيب هذه كانت في فترات بقاء الإمام الرضا عليه السلام في المدينة وفي الفترة أيضاً اللي انتقل فيها إلى مرو خراسان الإمام عليه السلام خلال هذه الفترة أنتج من العلم ومن المعرفة شيئاً كثيراً ويعده بعض الباحثين مفجر النهضة الثقافية عند الشيعة في مرحلتها الثالثة يقولون أن التشيع صار إلى ثلاث مراحل فيها انفجار علمي توسع فكري كبير المرحلة الأولى كانت زمان أمير المؤمنين عليه السلام إمام علي لما إجه تكلم بكلام لا يعرفه كل الصحابة شيء بسيط منه اللي وصل إلنا هو نهج البلاغة ونهج البلاغة إلى الآن يعجز من يقرأه في سعة الآفاق والعلوم التي يفتحها فهذه مرحلة أولى المرحلة الثانية كانت زمان الباقرين الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام ذول في زمانهم بعد يكفي كأن راوية واحدة وهو زرارة ابن أعين الشيباني روا عنهما أكثر من ثلاثين ألف حديث ثلاثين ألف حديث هذا لو كل حديث صفحة واحدة مثلا ثلاثين ألف صفحة من العلم هذا راوي واحد دع عنك سائر الرواد والمرحلة الثالثة يتكلمون عن زمان الإمام الرضا عليه السلام أنه كان مفجراً نهضة الثقافية والعلمية في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وهذا البحث العلمي والفكري عن الإمام الرضا يحتاج إلى مجالس متعددة لا نستطيع أن نتعرض إلى تفاصيله الآن فعاش في زمان أبيه الكاظم عليه السلام وعشر سنوات وبث فيها العلم ثم بعد شهادة أبيه الكاظم عليه السلام سنة مية وثلاثة وثمانين هجرية نهض بالأمر صلوات الله وسلامه عليه وكان ذاك الوقت بعده لا يزال هارون العباسي على سدة الحكم الذي قتل والده في السجن بعد لا يزال على سدة الحكم ومكث في زمانه عشر سنوات أيضاً إلى سنة مية وثلاثة وتسعين هجرية اللي فيها هلك هارون العباسي حتى قسم من شيعة أهل البيت لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام ونهض الإمام الرضا بشؤون الإمامة إجوا حذروا الإمام قالوا له هذا توأ الآن قتل والدك بعد سجن متعدد كيف أنت تظهر نفسك كإمام وخليفة ووارث لأبيك هذا رح يقتلك أيضاً قال لهم كلاماً يبين الارتباط بين الإمامة وبين الله عز وجل قال لقد قيل لجد رسول الله محمد إنك كفار قريش أبا لهب وأبا جاهل وأبا سفيان وفلان يتهددونك بالقاتل يقتلونك فقال أنا أقول لكم لئن أخذ أحد هؤلاء شعرة من رأسي فما أنا بنبي ولا رسول أنا محمي من الله والله يعصمك من الناس إذا واحد من هؤلاء مو يقتلني يأخذ مني شعر واحد أنا مو نبي لا تصدقوني ولا برسول فالإمام الرضا يقول لقد قال جدي رسول الله هكذا وأنا أقول لئن أخذ هارون مني شعرة واحدة فما أنا بإمام عندنا علم إحنا بهذا إمام الرضا يقول أنا عالم بما سيصير إلي أمر هارون وأمري أيضا أنا عندي اتصال بالله عز وجل والله يحفظ أولياءه وينصرهم حتى يؤدوا رسالتهم وبالفعل بقي أشر سنوات كاملة من مية وثلاثة وثمانين هجرية شهادة الإمام الكاظم عليه السلام إلى سنة مية وثلاثة وتسعين هجرية اللي هلك فيها هارون وبالفعل لم يلمس الإمام الرضا عليه السلام في تلك الفترات كان في المدينة مارس أدواره بلغ رسالته درس ما شاء له التدريس إلى أن هلك هارون وانتهى أمره إجاء الآن في زمان المأمون العباسي طبعا أول تولي الإمام الرضا عليه السلام للإمامة واجه فد معضلة من قبل بعض المنحرفين وهم من أسسوا فيما بعد مذهب الواقفية الإمام الكاظم عليه السلام كما تعلمون في زمانه في السنوات الأخيرة كان معتقلا في سجن هارون هذول الوكلاء كل واحد وكيل يستلم عن الإمام يجيب الناس بما يعرف من العلم يستلم عن الإمام الأموال والحقوق الشرعية وهكذا إلو كلهم قسمان قسم إنسان مستقيم على الطريقة وقسم آخر لا تجد الشيطان يعبث به ولو متأخرا الآن ما عنده شيء فما يسوي شيء لكن إذا صار عنده المال إذا صار مؤتما على الأشياء هناك التحدي الحقيقي فهي ذول ثلاثة القندي والسراج والبطائني كان عندهم من الأموال شيء كثير يعني الإمام الكاظم عليه السلام فترة سجنه الأخير بل ما قبل ذلك كان الناس يعطون أموالهم لهؤلاء فتجتمع عندهم استشهد الإمام الكاظم عليه السلام المفروض كما هي العادة أن الوكلاء يأتون إلى الإمام التالي ويسلمونه ما بأيديهم فهي ذول أغراهم الشيطان وأغواهم الله من فتنة المال الله من فتنة الجنس ترى الإنسان لا يعرف بصلاته وصومه وإنما يعرف بالامتحانات الحقيقية أره الدرهم تعرف صدقه أو وراءه طيب خليه يتعرض إلى موقف من المواقف التي فيها إغراء جنسي إغراء مالي إغراء رئاسة طيب هناك يتبين لا تشوفه متخضع في الصلاة ويسبح التسبيحات وما شاء هذه مظاهر مظاهر طيبة يعني تكشف عن ظاهر إيماني جيد بس ما هي الميزان الميزان قال رسول الله التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه فإذون إجوا قالوا للرضا أنه ترى والدك أسمى ما مات فإذا ما مات إحنا نخلي الأموال عندنا كيف ما مات على جسر بغداد آلاف الناس شيعوه طلعوه بتلك الصورة السيئة من قبل العباسيين قالوا لا ما مات هذا إنما هو شبيه وإحنا نخلي الأموال وراحوا حتى يأثروا على جماعة آخرين لكن باقي الوكلاء كانوا متدينين حقا مثل يونس بن عبد الرحمن راحوا أغروه قالوا لي إذا تجي ويانا إلك نصيب إلك سهمك فقال لا إنا روينا عن الصادقين إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله وأنا لازم أظهر هذا العلم موسى بن جعفار استشهد قسم ميراثه دفن في مقابر قريش المعروفة في بغداد طيب وهذا ابنه علي بن موسى هو الإمام فما حصلوا لهم أنصار واحد والثاني الإمام الرضا كان قميص الإمام لابسنه على مقاسه تماما علم معرفة تصال بالله عز وجل أين سئل يجيب لم يكن يختلف عن آبائه الكرام قيد أنملة وبالتالي ملأ هذا الموقع وبطلت فكرة الواقفية في زمانها بعد فترة قصيرة من الزمان فهذا أول تحدي تجاوزه الإمام سلام الله عليه إجي فيما بعد تحدي الآخر لهو تحدي أن الخلافة العباسية أجبرت الإمام الرضا عليه السلام على أن يكون وليا لعهد المأموم طبعا هذه الفترة هي فترة قصيرة تعلمون من بداية الأمر إلى نهاية ثلاث سنوات من مائتين هجرية إلى مائتين وثلاث ستشهد الإمام سلام الله عليه كل الفترة التي بقي فيها في زمان المأمون العباسي كانت عشر سنوات أو أقل من عشر سنوات ثلاث سنوات هي اللي استقدم فيها إلى مروا قراصان وهنا أقل من عشر سنوات طر لقبول ولاية العهد تعلمون هذه الأمور ونحن نشير إليها إشارة عابرة حتى لا يخلو مجلسنا من هذا الأمر في ذلك الزمان هارون قسم الدولة الإسلامية ثلاثة أقسام على أولاده شون واحد شي ملكة يقسم إليك أخذها الصوب وذاك يقول أخذها الصوب وذاك يقول أخذها الصوب ما دام القضية مو قضية إمامه ومو قضية ولاية ولا كفاءة فخلص هذا أيضا مثل ما يرث من أبيه يورثها لأبنائه فخلت دولة الإسلامية كلها بين ثلاثة من أبنائه المأمون والأمين والمعتصم طيب وقل لهم هذا إليك هالقسم ذاك إلى هال ذاك القسم والثالث له قسم ثالث الأمين أمه عربية زبيدة المأمون أمه امرأة جارية زنجية تسمى مراجل ويذمون في صفاتها على أي حال والأمين كان يطمع طبعا هذولا كانوا صغار في السن أيضا يعني هذا المأمون مثلا 22 سنة أصغر من الإمام الرضا يعني إذا كان في ذلك الزمان الإمام الرضا أمره مثلا 40 سنة لما تولى المأمون الخلافة المأمون أول أمره كان عمره 20 سنة تصور أن واحد عمره 20 سنة وهو ملك وسلطان على دولة مترامية الأطراف 20 سنة والأمين أصغر منه أيضا فكيف رح يدبرون الأمر طبيعي اشتبك الأخوان والطرفان كل واحد يريد أن الخلافة والإمرة تكون إليها بالكامل وتعلمون بعد الذي حدث حرب فيما بينهما انتصر فيها المأمون على الأمين الأمين يذكرون أنه لما يعني لما دخلت الجيوش عليه كان يلعب ألعاب مالة الأولاد حسب التعبير يعني واحدة وثمانطعش سنة وتساطعش سنة جلون واحدة الآن مثلا بلايستيشن مجهول فيه طيب هذا الخليفة بهالمستوى كان في ذاك الوقت فشوفوا إلى أين صار هذا منبر رسول الله ومنصب أمير المؤمنين عليه السلام شلون تنازل وتنازل إلى أنصار ألعوب بيد الصغار المهم أن الأمين قتل على يد أخيه وجيشه وأصبحت المملكة بيد المأمون العباسي المأمون عنده نقاط ضعف كثير من نقاط ضعفه النسب عند العرب في ذاك الوقت عندنا الإمامية هذا مو مشكلة أن تكون أم الواحد عربية أو أعجمية أو مغربية أو من الموالي أو كذا لا يقعد بالمرئ أمه هذا الطرف الآخر اللي عندها الأمور مو قالها هشام بن عبد الملك إلى زيد بن علي بن الحسين بلغني أنك تطمع في الخلافة وإنما أنت ابن أمه أمك جارية شلون أنت تطمع في الخلافة فقال له ومتى كانت الأمهات تقعد بحبوظ الرجال فإن نبينا محمد جده إثل اللهم صلى الله جده إسماعيل النبي وكانت أمه أمه هاجر جارية وصار ابنها نبي ومن ذلك النبي النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فإذن الأمة تقعد بالرجال يقعد بيهم الجاهل يقعد بيهم البخل والصفات السيئة طيب المهم بس ذاك عند ذاك الطرف لا أمر مقدس عندهم فهذه نقطة ضعف عنده ثانيا عند العرب أن الذي يقتل أخاه هذه نغزة فيه نقطة ضعف ما يصير يتولى الحكم في عاداتهم في عاداتهم وتقاليده الأمر الثالث أن حاشيته ومجموعته كانت مجموعة غير عربية وزراء مستشاروه فهذا ضعف وضعه في بغداد ولذلك هو راح آخر الأمر إلى قراتسان هنا أراد أن يتوسل بنقطة قوة من نقطة القوة الموجودة الإمام الرضا عليه السلام فطلب الإمام الرضا أن يأتي إلى قراتسان الإمام في أول الأمر رفض فقال له الرسول أنه إذا لم تأتي بنفسك تستحضر يعني مو بكيفك حسب التعبير تتعرض إلى القاتل تتعرض إلى الأذى وأئمتنا عليهم السلام ما كانوا بهذه الصورة من من يحبون العنف والمواجهة لأقل الأسباب فبالفعل جاء إلى مروا إلى قراتسان هناك المأمون عرض عليه قال أنه أنا أريد أن أتنازل عن الخلافة وأعطيك إياها فالإمام الرضا عليه السلام رجل إمام حكيم فاهم المعادلة قال إذا الخلافة مو إلك كيف تعطيها إلى غيرك ما إلك حق تعطيها وإذا الخلافة مالتك وانفصل عليك ما يصير أيضا تحولها إلى غيرك قال لا بد من ذلك إذا ما تقبل الخلافة بالكامل فكن ولي العهد قال أيضا أنا لا أرى نفسي أقوم وأفعل وأصنع وكذا ونفس الكلام فهنا تهدده المأمون قال إنك تسارع إلى ما أكره وقد أمنت سطوتي ترى أنا عندي نفس السيف اللي كان عند والدي مع أبيك يعني السلطان هنا بعد ما يعرف إن الملك عقيم ما يعرف بعد أرحام ولهم يحزنون طيب قال إنك تسارع إلى مساءتي وإلى ما أكره فإن لم تقبل أكرهتك علي فإن أبيت قتلتك هنا نبعد الإمام عليه السلام قال إن الله لم يأمرني بأن ألقي بنفسي إلى التهلك لكن أتولى على شرط أن لا آمر ولا أنهى ولا أولي ولا أعزل ولا أصنع شيئاً هنا بعد بدأ صراع السياستين أيهما الأذكى في تنفيذ ما يريد الإمام الرضا قبل مكرهاً عامة الناس نظروا إلى أنه خوش شيء آخر شيء رجعت الخلافة إلى موقعها الطبيعي صار الإمام الرضا هو الخليفة فكان الإمام عليه السلام يخبر هؤلاء المتفائلين والفرحين والمسرورين بأن هذا أمر لا يتم ما يصير هذا وإنني أموت قبل المأمون كيف يصير والإعاد وإني أعلم من يقتلني وأعرف من يقتلني طيب بس مع ذلك الإمام عليه السلام حاول أن ينتفع بهذه الفرصة التي أتيحت إليه انتفع بيها بأنه صار بلاط الخلافة العباسية بدل ما يصير محل رقابة على الإمام الرضا عليه السلام صار ديوان لنشر فضائل آل محمد فأنت تشوف اللي كانوا يجون من الشعراء من الماذحين يلقون هذه الكلمات أمام الإمام الرضا عليه السلام في ذلك المكان إما في منزله وكان ملحقا بالقاصر أو في ديوان الخلافة حتى هذه قصيدة الدعب للمعروفة مدارس آيات ألقيت في تلك الفترة وضمن ذلك الإطار أحاديث وروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مجلس المناظر العظيم الذي ربما لم يشهد تاريخ الإسلام مثله عندما جمع المأمون كان يريد المأمون في تعبيره نكس راية الإمام الرضا عليه السلام رواية ينقلها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار فيقول بينما الإمام الرضا جالس ومعه النوف لي في مر وإذا بالباب تطرق قال رسول الخليفة ماذا تريد قال الخليفة يدعوك وقد اجتمع عنده أرباب الملل وأهل المقالات رئيس اليهود رئيس النصارى رئيس الصابئة رئيس الفلاسفة رئيس الدهرية كل هذول موجودون هناك والمجلس غاص بأهله فالتفت الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا صاحبه النوف قال ترى ماذا يريد المأمون قال قال يا سيدي أنت أعلم فقال أنت أجب قال هذا النوف قال للإمام الرضا إنه قد جمع لك أناس لا يعتقدون لا بالقرآن ولا بكلام جدك رسول الله وسيسألونك أسئلة فإذا تقول القرآن قال هذا الشكل يقول لك أنا ما أعترف بالقرآن جيب لي دليل غير هذا يقول للنبي قال كذا يقول لك أنا ما أعترف بالنبي ما لك طيب فلا تكون لك حج هذا الشكل يريدك فتبسم الإمام الرضا قال بلى هو كذلك لكن أتدري متى يندم المأمون قال متى يندم قال عندما يراني أناظر أهل التوراة بتوراة موسى وأهل الإنجيل بإنجيل عيسى وأهل الصابئ بما جاء عن يحيا وبأهل الفلسفة بما جاء عنهم وأغلبهم بحول الله وقوته عندئذ يندم المأمون يقول أنا مو خوش سويت اللي جبت هذا في هالوقت وعرفته بشأنه بالفعل جاء الإمام الرضا عليه السلام وابتدأ المجلس بزعيم النصار الجاثليق يسمونه أو حسب تعبيرنا اليوم رئيس الكاثليق في ذاك الوقت يسمونه الجاثليق فبدأ يتحدث أنه أنتم المسلمون تعترفون بعيسى وقرآنكم يصدقه لكننا لا نعترف بنبيكم ولا نجد دليلا على ذلك فقال فقال له الإمام عليه السلام تحفظ من الإنجيل شيئا قال أنا رئيس وما أحفظ الإنجيل قال اقرأ معي فبدأ الإمام عليه السلام يقرأ من الإنجيل عن ظهر قلب وذاك يتابع مدهوشا صفحة وصفحتين قال هكذا يتحدث إنجيلكم غير المحرف طبعا عن نبينا المصطفى محمد ونفس الكلام في التوراة ونفس الكلام عند الصابئة كل واحد حتى قيل أن الصابئ عمران الصابئ رئيس الصابئ في ذلك الوقت والصلوية إلى قريب الظهر وإذا بالمؤذن يؤذن فقال الإمام الرضا إلى هنا يكفي نقوم نصلي لربنا فقال عمران هذا رئيس الصابئ يا ابن رسول الله 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 في رقبتي أنا قلبي لان أدلتك وصلت عندي ترى أخاف أقوم ويلعب علي الشيطان كمل حتى أنا أتشهد قال لا نقوم لأداء الصلاة ثم نتابع ما شئتم وهذا حتى يعطي للجالسين ثم لنا أن الصلاة قبل كل شيء وأنها فوق كل شيء وأنها تعلو على كل شغلة حتى واحد رئيس هذا رئيس فرق رح يهتدي الإمام يقول الصلاة في وقتها أهم من هدايته وكان يعلم أنه سيهتدي بالفعل فاتحول ذلك المجلس وذلك الديوان وهل مكان هذا إلى شيء تبليغي للإمام الرضا عليه السلام وإلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولهذا المأمون رأى أنه دخل في صفقة خاسرة كان يريد يحص الأشياء من الإمام الرضا وما يعطيه شيء انعكس الأمر فإذا بالإمام الرضا يحول ولاية العهد هذه إلى فائدة مطلقة له بينما لا يستفيد منها المأمون شيء بل أكثر من هذا أظهره أمام الناس نوم خالف لسنة رسول الله المأمون في يوم العيد أمر كل أهل الدولة أن يطلعوا إلى الصلاة فطلعوا طبعا بأزياؤهم بأبهتهم بأسلحتهم بكذا بكذا طيب وأمامهم المأمون وطلب من الإمامة الرضا عليه السلام أن يخرج الإمام الرضا قال أنا ما أطلع قل لا بد أن تطلع هذا بعد مراسم دولة فقال إذا كنت سأخرج لا أخرج إلا على طريقة جد رسول الله قل ذلك إليك فخرج الإمام عليه السلام بهيئة عظيمة من التواضع حافي القدمين إلى جهة الصلاة فلما رأى الناس هكذا ورأوا وجهه يفيض بالنور ولباسه ذكرهم بهيئة النبي صلى الله عليه وآله تغير الوضع شافوا أن هؤلاء الذين خرجوا بتلك الكيفية هي كيفية الطواغيط بينما المفروض أن يخرج للصلاة بكيفية تتناسب مع الخضوع والعبادة فواحد من مستشار المأمون قال إذا وصل علي بن موسى الرضا إلى مكان الصلاة كل الوضع ينقلب ضدك خليه يرجع أحسن لأن إما لازم كلنا نصير مثله وهذا ما يسعنا أو هو يصير مثلنا يلبس ملابس كذا وهذا لا يصنع ففعلا أرسل إليه أنه يبنى موسى أرجع إلى مكانك منزح ما يخليك على راحتك الشاهد على ذلك كله أن الإمام الرضا عليه السلام في هذه المسألة كان قد تجاوز وتفوق على المأمون لذلك لم يجد المأمون بدا من التخلص من إمام الرضا سلام الله عليه فأخذ يخطط ويفكر ويدبر لكي يغتال هذا الإمام العظيم اللي يفترض أن يوضع بين أحداق العيون محافظة عليه وكرامة لجده رسول الله لكن أين هؤلاء وأين تعليمات النبي فأخذ يخطط ويفكر ويدبر إلى أن قيل إنه أمر بعض غلمان هي أن يأخذ مقدارا من العنب والرمان ويغرس فيه إبرا قد غمست في سم قتال فتاك يغمسه في أقماعها إهنان قدم إلى إمامنا سلام الله عليه دعي إمامنا الرضا إلى ذلك الديوان الميشوم وكان معه أبو الصلت فيما نقلوا فدخل إمامنا إلى ذلك المكان قدم له الطعام استعفى منه قال لعلك تتهمنا لقد أكلت منه الساعة يا أبا الحسن كل منه أخذ الإمام بضع حبات منه لما أكلها سر السم في بدنه أين المنادي وإمامه وسيدا سرى في بدنه فتك في أحشاء قام قام إمامنا من ذلك الديوان إلى منزله ظل على فراش مرضه يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السوم قالوا كان عنده ما بين فمه وسرته مثل أن يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين بينما هو على هذه الحالة قال أبو الصلت نظرت إلى غلام قد أقبل أشبه الناس بأب الحسن فدخل إلى المنزل قلت له من أنت وكيف دخلت قال أدخلني الذي جاء بي من المدينة أنا أبو جعفر محمد بن علي الجواد أقبل إلى دار أبيه ناداه الإمام ضمه إلى صدره أوصاه بوصايا سلم إليه مواريث الإمام وكتب العلم وعند احتضار أجله الإمام ترى في غربته يشبه غربة الحسين سلام الله عليه قضى شهيدا غريبا في ديار غرب بعيدا عن أهله وعشيرته وعرق جبين الإمام يام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإمامه وسيداه ومظلومة ضج من في المنزل وعليا وصبح يا الطوس بزلازيل والخلق كلها بعويل لجلب محمد تزلزال يا خلق عرش الجلي والأعلام السود ما ينشور ومدامعهم تسيء اهتزت السبع العليا وبالأرض صار انقلاب وإمامه وقام أبو جعفر يغسل والدمع منها ماء نزل على المغتسيل والماء يجاه من السماء وبالطفوف حسين وا حسين وبالطفوف حسين جدا يتغسل بفيض الدم والشفان سافية شيعا عريان عريان مسلوب الثياب آه تلك أشياء خكوم على الأرض صرعا لم يبل الشفاها منها يز الزلايال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال نسألك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة